على مدى أربعة أشهر وما زال أبو ماريا ينتظر نتائج التحقيق بوفاة ابنته الوحيدة التي فقدها نتيجة خطأ طبي تسبب بانفجار شرايينها وشهدت مستشفيات محافظة نينة ووفيات العديد من المرضى نتيجة الأخطاء الطبية الجهات الصحية بررت وفاة المرضى بغير المقصودة نتيجة عدم توفر الأجهزة الطبية الحديثة والعلاجات اللازمة في مستشفيات المحافظة المجمل تحدث لجميع البشر والطبيب هو بشر فممكن أن يخطئ ولكن هل خطأ الطبيب هو متعمد أم غير متعمد؟ بالتأكيد هو خطأ غير متعمد هذا إن حدث وأحيانا الطفل يتوفى من دون أن يتوفر له سرير فهذا خطأ طبيع على الطبيب؟ وفي ظل زيادة الأخطاء الطبية وما سببته من قلق للسكان المحليين في مراجعة المستشفيات المحلية دعا كاديميون وناشطون إلى تشكيل لجان رقابية فضلا عن توفير أطباء الاختصاص في المستشفيات والمراكز الصحية بدلا من الاعتماد على المقيمين والممرضين الأمر الذي تسبب بكثرة هذه الأخطاء والوفيات اليوم على الحكومة ووزارة الصحة توفير كافة الكوادر اللازمة لعدم الوقوع بهذه الأخطاء منها توفير الأطباء الأخصائيين لإجراء العمليات أو الإشراف عليها وتفعيل الدور الرقابي على هذه المستشفيات لتفادي وقوع هذه الأخطاء الطبية ويعاني قطاع الصحة في العراق من تحديات كبيرة متمثلة بنقص المستشفيات وعدم وضوح السياسة الدوائية وأقلة الاختصاصات الطبية النادرة خاصة الجراحية منها في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الصحة يسعى فريق من نواب المحافظة إلى إبعاد المؤسسات الصحية عن التدخلات السياسية لضمان استقلاليتها ومهنيتها للحفاظ على سلامة المرضى عيتم أحمد الحرة الموصل